الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان على دور المراكز والجمعيات الخيرية تأثيرا كبيرا ومنها مركز سرطان الأطفال الذي يقدم العلاج للأطفال من دون مقابل بالفعل لكن للتوعية بضرورة دعم هذا المركز نظم مراثون لجمع الأموال له ولتقديم الهدايا للأطفال المرضى نشاهد التقديم بملابس تستلهم عيد الميلاد ركد نحو 500 شخص على شاطئ العاصمة اللبنانية بيروت لنشر الفرح والبهجة وجمع الأموال لمركز سرطان الأطفال في لبنان سلط المنظمون الضوء على أهمية دعم الأطفال المصابين بالسرطان خصوصا أن المركز المسؤول عن علاجهم يواجه صعوبات مالية تؤثر سلبا على قدرته على أداء رسالته في علاج الأطفال مجانا نحن جبنا الهدايا واللي رح نوزعها للتشيلدرين كانسر للتشيلدرين كانسر نحن كل سنة كما ذكر بيكون فيه اختيار لجمعية لكوز يلي بنهي منقول إذا قدرنا نحن من خلال هالركض اللي عم نعمله نعطي فرح وسعادة لهالولاد أكيد هيدا بيعطينا بدخلنا سعادة صنعت الميداليات التي منحت لعداء ماراتون من 120 ألف قارورة بلاستيكية استخدمت خلال ماراتون بيروت الذي أقيم في نوفمبر تشرين الثاني مركز سرطان الأطفال موجود اليوم مع أطفالنا مع أول سيرفايفرز لحتى كلنا سوا نحتفل ويطلع لهم هدايا أكيد مؤدامة من جمعية بيروت ماراتون يذكر أن مركز سرطان الأطفال في لبنان قد سبق وأطلق دعوة في داخل وخارج لبنان إلى دعم صندوق إنقاذ المركز من أجل تمكينه من الاستمرار في عمله فهذا المركز قدم منذ افتتاحه عام 2002 حتى اليوم علاج حوالي خمسة آلاف طفل من لبنان والمنطقة باعتماد كلي على التبرعات نضم إلينا من بيروت رواد قبطان مدير التسويق في جمعية بيروت ماراتون أهلا بك معنا في صباح جديد بداية نعرفنا على هذه الجمعية من أين تستمد أموالها يعني مدخيلها من أين ما هي الأنشطة الخيرية التي تقوم بها صباح الخير جمعية بيروت ماراتون بتعتمد على البارتنرشوب يعني الدعم من المؤسسات التجارية لنقدر نعمل سباقاتنا مثل السباق اللي صار يوم الأحد اللي هو كان الراعي الرسمي أكوا فينا مياه أكوا فينا فمن خلال هذا الدعم نحن منقدر ننظم سباقات وأكيد مثل ما كنتم حضرتكم عم تشوفوا بالريبورتاج كل الأموال اللي جمعناها من رسوم التسجيل راحت لدعم جمعية تشيلدرنس كانسر سنتر بلبنان نعم يعني سيد رواد دائما هناك أفكار إبداعية عندما تصطدم الأمور نتحدث عن مركز لعلاج السلطان للأطفال ولدعم هذا المركز ربما تبتكر هذه المناسبات التي تستقطب عمليا الرعاة أنتم في بيروت ماراثون هل تنظمون ماراثونات متعددة لمراكز متعددة كمركز السلطان للأطفال؟ نعم نحن ننظم حوالي ثلاث سباقات بالسنة في الماراثون لمسافة 42 كم دائما بيصير بثنان جمعة من تشهرين الثاني عنا سباق السيدات اللي حيصير هالسنة بـ 19 أدار 2023 وصباق نصف ماراثون اللي دائما بيصير بالصيف نحن كريسالتنا كجمعية بيروت ماراثون دائما نختار عدد من الجمعيات الخيرية لندعمها خلال هذه السباقات المنظمة جمعية السلطان للأطفال كانت أحد الجمعيات اللي دعمناها خلال سباق الماراثون بتشرين الثاني وحبينا ندعمها على عيد الميلاد خلال توزيع هدايا للأطفال لأنه مثل ما حضرتك وحضرتك ذكرت أنه الجمعية عم بتعاني كتير بلبنان لأنه مش عم يوصلها للتمويل المفروض اللي يوصلها من الخارج وكمان اللي كان الدعم اللي كانت عم تعتمد عليه خارج داخل الأراضي اللبنانية مورى الأزمة الاقتصادية اللي حاليا موجودين فيها بلبنان هناك شيء لفت انتباهي في هذا الماراثون الميداليات المقدمة للفائزين والمصنوعة من 120 ألف قرورة بلاستيكية ما هي الرسالة في هذا؟ هل عملتم على إيصال رسالة المحافظة على البيئة من خلال استخدام القوارير البلاستيكية في صنع الميداليات؟ نعم نحن خلال كل سباقاتنا حتى ما تروح الأنين المي للهدر منجمعها ومنوديها لمراكز إعادة تدوير هالسنة جربنا نحن وأكوا فينا هو اللي كان عم يقدم المياه الأنين المي أنه نطلع بفكرة حلوة وحمد الله قدرنا نعملها وننتجها بلبنان أنه المية وعشرين ألف أنينة ماي اللي استعملناهم بسباق ماراتون بيروت بتشرين الثاني جمعناهم وحولناهم إلى ميداليات كان شعارنا الكريسماس رن أو ركدة الميلاد وهذول هني كانوا خمسمائة ميدالية اللي قدرنا نوزعهم للعدائين اللي اشتركوا معنا بالسباق وكمان للأطفال اللي إجوا حضروا نهارتها ببيروت وتوزع لنا الهدايا سيد رواد الملفت أيضا في هذا الماراتون هو إقبال اللبنانيين للمشاركة فيه رغم الأزمة الاقتصادية يعني عمليا دفع رسوم هذا الماراتون المشاركة حتى حالة الفرح ربما يحتاجون لنوع من التنفيذ من خلال الركب لكن عمليا هل تجدونه هناك طريقة أو أسلوب تسويق يجذب الناس للمشاركة أم أن بالفعل هناك نوع من التضامن حين يكون الحديث عن أطفال وسرطان ومركز سرطان دائما في هذه الروح التضامن عننا كلبنانيين بالنسبة للعدئين اللي اشتركوا نحن لو كنا قادرين نفتح أكتر لمشاركة أكيد كان عندنا عدد أكبر بس للأسف الظروف اللوجستية ما سمحت لهذا الشيء يعني كان رسوم تجيله وكان الوضع الاقتصادي في لبنان نحن دائما نحاول نجرب أنه ناخد أقل المستطاع من المشترك والعدئ والعدئين نحن دائما الحمد لله عم بيزيد عددهم هذا خلال برنامج تدريبة خلقته جمعية ماراتون بيروت اللي هو برنامج تدريب مجاني اسمه 542 هو بيدرب حيال لحدا حيال لشخص منه عدد مش ركد بحياته وأنه إذا حابب يركض سباق الماراتون بيشترك بهذا البرنامج التدريب المجاني ونحن خلال خمس تشهر من دربه ليركد الماراتون فمن خلال هذا البرنامج التدريبي على مدى سبع ثماني سنين صار عنا مجتمع ركض كتير كبير بلبنان وإن الله أراد إن شاء الله يزيد بس أكيد نحن لما صارت الأزمة في كتير من اللبنانيين العدئين هاجروا بس من الله أراد إذا تحسن الوضع حيرجعوا على لبنان وكمان هيك بيكبر المجتمع الركض بلبنان إن شاء الله شكرا جزيلا لك روايد قبطان مدير تسويق في جمعية بيروت ماراتون شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ومدير تسويق شاطر جدا مسوق لشركة المياه نعم في كل إجابة على كل شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل على كل حال اللبنانيين يركضون سواء ماراتون أو بغياب الماراتون الله يينهم على الركض يعني